للمزيد ينضم إلينا من الرباطة صحف الرياضي محمد مغودي أهلا وسهلا بك معنا سيد محمد سيد محمد في هذه الأثناء والدقائق الأخيرة من عمر المباراة نقترب من إنجاز لكرة القدم العربية بتأهل سيدات المغرب للمونديال كيف تراه إن كانت هذه النتيجة وما هي فرص الفريق في تحقيق المزيد في أمم أفريقيا وربما الاستفادة من العامل المهم عامل الأرض أولا كل الأمل أن تمر هذه الدقائق الأخيرة من اللقاء بسلام وأن يكون التأهل لصالح لبؤات الأطلس وأن يكون أيضا هذا الانتصار وهذا التألق وهذا التأهل لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية أن يكون بداية على الأصح تقعيد وتأصيل كرة القدم النسوية بالمغرب وأن يكون بداية أيضا توسيع دائرة الممارسات بكرة القدم المغربية ويكون أيضا بداية أيضا الاهتمام الكبير بالكرة القدم النسوية كما نهتم بكرة القدم المغربية في صنفها الدكوري أنا أعتقد بأن المغرب والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها قامت بمجهود خرافي في السنوات الأخيرة انسجاما مع التوجه العام لالتحاد الدولي لكرة القدم وانسجاما أيضا مع التصور العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأيضا كان هذا هو الهدف الأسمى من وراء ذلك هو تحقيق هذا التأهل ليكون كما أقول هي بداية فتح صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم المغربية بنون النسوة كما وقعت بكرة القدم داخل الصالة وكما وقعت في أنواع رياضية أخرى أتمنى أن يتحقق التأهل ولكن يجب أن نستثمر ونحسن استثمار هذا التأهل نعم وبهذا التأهل سيد محمد يعني تم ضمان مقعد في مونديال أستراليا ونيوزلندا عام 2023 فهل يعني هذا فعلا سيؤثر إيجابا على كرة القدم المغربية للسيدات بشكل عام هو بشكل عام عزيزتي أقول لكي بأن كرة القدم المغربية في السنوات الأخيرة تعيش انتعاشة كبيرة وكبيرة جدا في كل مختلف الأصناف سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو على مستوى الأندية الوطنية فوزنا بعصبة الأبطال فوزنا بكاس اتحاد إفريقيا كي تأهلنا لكاس العالم وإلى كثير منها الإنجازات صحيح أن كرة القدم النسوية لها طابع خاص لأن في مجتمع محافظ في مجتمع تكليدي على مستوى الكثير من ثقافتي وبالتم أن هذه البداية هي على المستوى الفكري أولا التحرر الكبير للمرأة المغربية وإعطائها حقها في الإنتاج والإبداع والتحدي إلى غير ذلك وهي قادرة على ذلك ما في المغرب وفي باقي الدول العربية وفي نفس الوقت أيضا سيكون لها تأثير إيجابي على مستوى تطوير ممارسة كرة القدم النسوية في المغرب وهذا يلزم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تعمل على تمكين وتأهيل البنية التحتية للعصبة الجهوية تكوين وتأهيل أيضا البنية التحتية على مستوى الأندية في المناطق النائية وحتى في المناطق البادية المغربية وأيضا هذا يلزمنا أيضا وضع سياسة أو استراتيجية بشكل آخر بتصور آخر لكرة القدم النسوية حتى يكون التأهل اليوم هو بداية للتفوق وحتى لا يكون تأهلا استثنائيا ومعزولا سيكون تأهل إيجابي وفاتحة خير كما ذكرت فعلا بعد نهاية المباراة مباشرة والنتيجة اثنين واحد لصالح منتخب المغرب لسيدات نقول مبروك إذن وكل ما تحدثنا عنه تم تأكيده بصورة مبدئية إذا استطعنا القول طيب سيد محمد ماذا عن مواجهة غدا أيضا مواجهة تونس منتظرة كمنتخب سيدات عربي ما هي فرص المنتخب أمام جنوب أفريقيا برأيك والله أقول كل الجماهر المغربية أن تكون غدا إلى جانب الشقيقات التونسيات وأن نكون وراء المنتخب التونسي حتى يكون أيضا تاني منتخب عربي أيضا يحكك التأهل أيضا إلى المونديال ولكن المقابلة صعبة وصعبة جدا وأعتقد أن الذي سيتحكم في تفاصيل تفاصيل اللقاء الذي سيركز على الجزئيات هو الذي سيكون أيضا ضمن المتأهلين إلى كأس العالم قلبي مع المنتخب التونسي كل التوفيق بالتأكيد لتونس غدا وأشكرك لتواجدك معنا من الرباط الصحف الرياضي محمد مغودي شكرا جزيلا لك